نارضة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من السادة المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية الاجتماع كان بخصوص مراجعة ملف استرداد أراضي وأموال الدولة أنا قلتلكوا أنه في محاور بيمشي على الرئيس عبدالفتاح السيسي محاربة الإرهاب، محاربة الفساد، محاربة الإهمال الإهمال بيؤدي إلى فساد فالرقابة الإدارية والجهات الأخرى اللي بيتتابع الفساد زي الداخلية وغيره بالمرصاد، كل شيء أقول لكم والإهمال بيؤدي إلى ضياء أموال الدولة الرئيس عمل لجنة برئاسة مستشاره اللي هو المهندس الشريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق وهذه اللجنة استطاعت خلال فترة عملها وكان فيه قبل المهندس مراري محلم استطاعت أنها ترجع للدولة ترجع ليكو يعني كميات أراضي، مباني وأراضي زراعية وقصور ومباني وغيره الرئيس بنفسه بيتابع لأنه الرئيس أمين على مصالح هذا الشعب وممتلكات هذا الشعب النهاردة الاجتماع بيتكلم على عملنا إيه؟ نائس إيه؟ وصلتوا الفين؟ أهو طلب الرئيس بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية طلب بمراعات ظروف المواطنين الجدين في موضوع التقنين للتحقيق العدل والسلام الاجتماعي اللي عايز يتصالح يلا ييجي بنسعر الأرض وبنعمل إحنا مش عايزين نخرب بيوت الناس إحنا الدولة مش بتفرح لما تخرب بيت حد لكن متاخدش حق غيرك متاخدش حق الدولة متاخدش حق الدولة اللي وحقنا كلنا بالمناسبة اللي بيسرق جنيه من مال العام يا جماعة عشان بس متاخدوش الرحمة الباطلة أو المزيفة في قلبك تيجي خش يقولك إيه؟ ياخي حرام ياخي مش عارف إيه؟ ده مش سرق واحد ده سرق مالنا كلنا سرق أموال أو حقوق المئة مليون سرق حقوق اليتامة والأطفال والنساء والمشردين ولتحت خط الفقر اوعى تاخد تاخدك الرحمة بهؤلاء السارقين والماريقين ده حق الدولة حق مئة مليون واحد طلب بمرعات ظروف المواطنين الجدين كذلك ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة الوقوف على كافة التفاصيل والموارد والمتحصلات تعخضية لتنمية هذه الملفات الرئيس وجه بالمتابعة الدقيقة اليومية من قبل سادة المحافظين هذا الملف قال لهم المحافظين كانوا موجودين الملف ده يتراجع يوميا يوميا والنبي قولولي والنبي قولولي لو الرئيس ما جابش المحافظين والناس المسؤولين وقال لهم هذا الكلام ما احنا بقلنا طرون ويعقود قاعدين كله تمام يقبول الرئيس مبارح طبعا نزل من البيت الصبح رأي على الشغل وارجع تاني تمام بارك الله في مرازة حلوة كده وقعد لها والعب طولة يا عم يا عم البلد مش هتتبني مش هتتطور كده اقول رئيس قاعد المبارح كنا فين عمل اجتماعات ايه مبارح عمل اجتماعات النهاردة جاب الناس قال لهم وقال للمحافظين يوم بيوم تقعد مع الناس على ملف هذه الموضوعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة